أرقام وصفقات خيالية بنسمع عنها كل يوم لاستقدام نجوم عالميين للعب في الدور السعودي والسؤال هل كل الفلوس دي بتصرفها السعودية على مجرد لعبة؟ الإجابة طبعا لا لكن في أسباب تانية مهمة وأكبر وأبعد بكتير من مجرد الكورة والمتعة السعودية وصفقاتها بقت حديث الناس ووسائل الأعلام في العالم ده مش هوس بالكورة رغم النقلة الرهيبة اللي عملتها السعودية في رواتب اللعيبة زي صفقة نيمار الأخيرة صفقة نيمار دي تحديدا جننت العالم الهلل السعودي اشترى نيمار من باريس سان جيرمان بمرتب سنوي 150 مليون دولار يعني ما يقرب من 3 أضعاف مرتبه اللي كان بياخده وهو 53 مليون دولار واللي توصفت في 2017 بأغلى صفقة رياضية في التاريخ كمان صفقة كريسيانو رونالدو اللي مرتبه في نادي النصر 215 مليون دولار سنويا عشان يبقى أغلى مرتب للاعب في العالم السعودية كمان حاولت مع انبابي وعرضت على نادي باريس سان جيرمان مليار دولار 300 مليون دولار للنادي و700 مليون دولار مرتب سنوي لانبابي لكن انبابي رفض العرض المغلدة والصفقة ما تمتش نيجي بقى للسؤال المهم كل الفلوس اللي السعودية بتصرفها دي هتجيبها مها؟ يعني السعودية هتحقق أرباح من وراها؟ الناس ونقاد وخبراء الاقتصاد شاكيكوف ده لأن مقارنة بسيطة هنلاقي مثلا صفقة انبابي لما تمتش كانت هتكلف الهلال السعودي ما يوازي 15% من اجمال أرباح الدوري الإنجليزي اللي بتوصل لحوالي 7 مليار دولار سنويا وده اسمه الدوري الإنجليزي لأكتر مشاهدة وإصارة حول العالم وفيه 20 نادي وقايمة طويلة من نجوم العالم زي الفرعون المصري محمد صلاح وبالورقة والألم مش ممكن يكون الهدف من صفقات السعودية لأرباح المادية أمال السعودية عايزة تحقق ايه بالزبط من الصفقات دي؟ الاستثمار في بناء المستقبل والرؤية الاقتصادية هم كلمة السر يعني ايه الكلام ده؟ عشان نفهم أكتر نراجع بنود عقود النجوم الكبار واللي نشرها الإعلام هنلاقي السعودية بتروج لنفسها كدولة وبترسم صورتها المستقبلية قدام العالم فمثلا عقد بنزيمة فيه بند بيقول ان بنزيمة هيكون سفير لملف السعودية لاستضافة كاس العالم 20-30 وكمان عقد نيمار فيه بند بيقول هياخد على كل ستوري أو بوست على صفحاته يخص السعودية 430 ألف جنيه السرليني يعني 6 أضعاف مكافئة فوز الهلال اللي بيلعب لصالحه وهي 70 ألف جنيه السرليني ده معناقي لما نضم بنود بنزيمة ونيمار وكريستيانو هنلاقي السعودية لها هدف أبعد من الكورة السعودية بتستخدم الكورة ضمن خطتها ورؤيتها الشامل 20-30 الرؤية دي بيقودها الأمير محمد بن سلمان من أول ما وصل لولاية العهد من 2017 خطة شاملة خاصة في جانبها الاقتصادي عشان السعودية تنوع مصادر دخلها مستقبلا ولا تعتمد على النفط فقط الخطة دي بيمولها بشكل أساسي صندوق الاستثماري السعودي وده أكبر صندوق الاستثماري السيادي في العالم واللي وصوله بتوصل لحوالي 2.5 تريليون دولار السعودية وصندوقها السيادي مش خطتها الكورة بس لكن كل مجالات الأعمال والاقتصاد زي الترفيه والسياحة ومنها موسم الرياض اللي بدأ في 2019 وجذب ملايين السياح من كل العالم وزي نجوم الكورة في موسم الرياض بيستضيف نجوم عالميين زي أميتاب باتشان وجون ترافولتا وغيرهم ونفس الحالة هنلاقي الانفاق على موسم الرياض أكبر بكتير من الإرادات اللي بيحققها فهل السعودية عايزة تخسر؟ بالتأكيد لا الهدف أصبح واضح وتكلمت عنه صحف عالمية زي واشنطن بوست السعودية بتستغل أسماء اللعيبة دي ومتابعيه مع سوشال ميديا وهم بالملايين زي رونالدو اللي بتابعه 800 مليون شخص حول العالم بتستغل ده للترويج للسعودية في ثوبها الجديد ورؤيتها المستقبلية ولو عايز تعرف المكاسب الرياضية هقولك أن على المدى البعيد هيبقى الدوري السعودي واحد من أقوى الدوريات في العالم وده بعد استحواز الصندوق السيادي السعودي على أكبر أربع أندية سعودية وهي النصر والهلال والاتحاد والأهلي واشترى الصندوق الأندية دي نجوم كبار يجذبوا أنظار العالم كمان الصندوق تعاقد مع الشركة اللي بتسوق للدوري الإنجليزي وهي ANG Media وده للتسويق للدوري السعودي ونجحت الشركة في بيع الدوري السعودي لأربعين قناة حول العالم منهم قنوات فرنسية وألمانية وإنجليزية والهدف البعيد أن الأندية السعودية تكون علامات تجارية عالمية تجذب المستثمرين وكده السعودية هتنافس أقوى دول العالم من بوابة الرياضة وتحديداً كرة القدم وهي خطة اقتصادية طويلة المدى بتحقق شكل جديد للسعودية فهل الخطة دي هيكتب لها النجاح؟ ترجمة نانسي قنقر